مرحبا شباب. باليوم سيكون لحالة خاصة بعالم الهواتف. حالة ما تتكرر هواي. انه جهاز سنة عن سنة يتحسن. بنفس الوقت سعره يكون أرخص. فهذا هو التكنو بوفو 5 مع كارتون الرهيب. لا رح نستكشفه. لكن مقدما هذا الفئة والسلسلة ككل هدفها دائما يكون بأقوى معالج بأرخص سعر بأكبر حجم بطارية. فجربت قبل سنة نصف قريبا التكنو بوفو 3 كان جدا ضخم بشاشة ضخمة ببطارية ضخمة 7000 ملي أمبير ومعالجة G85 بسعر 169 دولار. بعدها وصلنا الى البوفو 4. البوفو 4 كان بتحسن جدا ملحوظ من ناحية المعالج G90 اللي هو تقريبا كان أرخص جهاز بهذا المعالج 155 دولار. اتحسن من ناحية الذاكرة والرام أيضا 8 جيجابات بدل 6 جيجابات سابقا. وتحسن من ناحية التصميم. الآن وصلنا الى التكنو بوفو 5. من جديد جهاز تتحسن من ناحية التصميم. تحسن من ناحية الذاكرة والرام هنا. 155 بدل 122 سابقا. تحسن من ناحية الشاشة. 120 هارس IPS FHD Plus بدل 90 سابقا. وحافظ عن أشياء جيدة بالنسخة السابقة. من ستيرو سبيكر مع G90 وأشياء ثانية. دعونا نبدو بهذا المراجعة ونستكشف في التكنو بوفو 5. ونشوف ماذا عيوبه وماذا الأشياء الثانية التي تتحسنت. مقدما النظام جدا تتحسن. دعونا نبدو مع هذا الكرتون العجيب المحسسك أن الجهاز بـ 500 دولار. وواضح جدا أن الجهاز بالتعاون مع لعبات Free Fire. داخل الكرتون الموضوع واضح أكثر. فموجود جهاز أكيد. مع كرت. الكرت بداخل رمز تقدر الداخل بموقع وتحصل مجموعة هدايا. توقع سكين للعبات Free Fire أيضا. ما بتأكد. كرت الضمان. استكارات أيضا من لعبات Free Fire. وشاحن 45 واط مع هاتفون. شاحن 45 واط بنظري أفضل تحديث على هذا الجهاز لأنه سابقا الشحن كان تعذيب. مع هذا الشاحن تقدر تشحن بطارية 6000 ملا أمبير من 1 إلى 50% تقريبا بـ 21 دقيقة. وإلى 100% بـ 66 دقيقة. وهو شاحن جدا سريع لبطارية بهذا الحجم. ومثل ما قلت برأيي هذا واحد من أفضل التحديثات على الجهاز بسرعة الشحن. فهذا كان الكرتون الرهيب وملحقاته. من آخرنا ننتقل إلى التصميم. وتصميم هذا السلسل لك كل سنة يتغير ولا واحد يشبهه الثاني. البوفو 3 كان يشغط بسهولة. البوفو 4 حال هذه المشكلة مع ظهر معتم ببصمات أقل. البوفو 5 رجع إلى ظهر لمع. عجبنا التصميم بشكل عام لكن يظهر عليه البصمات. وبنفس الوقت أفهم إنه لو كان معتم ما كان بهذا الجمال وما كان بكل هذا التفاصيل. فهذا هو التصميم بالمختصر. على الجانب عليه منفذ لي 22 كارت وذاكرة خارجية من هذا الوقت. البصمة على الجانب الثاني بصمة جيدة مع أزرار الصوت المنفصلة. بالأسفل والأعلى رح يكون سبيكرات منفصلة. بستيريو سبيكر. لكن رح شوفون إنه مفتقدين المايكروفون الثاني اللي بالأعلى. مايكروفون مايكروفون ما رح يكون موجود هنا. فهذا كان التصميم باختصار تصميم جدا جميل لجهاز اقتصادي. ننتقل إلى الشاشة. شاشة واحدة من الأشياء اللي أيضا صار عليها تحسينات وتحديثات. فهذا شاشة IPS LCD Full HD Plus 120 هاوس سابقا كانت فقط 90. أيضا بحساسية لمس عالية 240 تسامل جريت. حواف جميلة وجدا جيدة لهذا السعر لجهاز اقتصادي. ألوان جميلة بشكل عام شاشة جيدة بستطوع 580 نت. لأن من ناحية السطوع واحدة من الأشياء اللي هي المحددات الخاصة بالأجزاء الاقتصادية. أنه دائما سطوعها مو الأعلى. لأن هنا سطوع جيد لكن أيضا مو الأعلى. وأيضا ممكن معلومة هوا يجهلونها عن سطوع الشاشة أنه هذا الرقم مو لينيار. مو تصاعد بشكل خطي أنه العشرة مو ضعفة الخمسة هي أعلى بمراحل من الخمسة. هذه فكرة عامة عن سطوع الشاشة لكن بشكل عام سطوع مقبول. 580 نت فهذه كانت الشاشة لأن نتقل إلى النظام والعداء. ومقدمة قبل أن نحكي على النظام هذا الجهاز عليه هابتك فيدباك جدا جيد. هي مو الأشياء اللي توقعها من تيكنو ما يهتمون جدا بهذا الأشياء خاصة لجهاز اقتصادي. لكن هذا ممكن يكون أفضل هابتك لجهاز اقتصادي. لأن كنظام خلي أذكركم شون قلت مع التيكنو بوفوفور قبل أقل من سنة اللي هو نسخة سابقة من هذا الجهاز. بعدها نرجع لهذه المراجعة. الآن الشيء الوحيد اللي أتمنى يتغير من هذه الواجهة هي حساسية اللمس. لأنه إلى الآن أشوفه ممكن تكون أفضل من هذه. آخر مرة راجعت جهاز من تيكنو وقلت أحس أنه كأنه الجهاز يقول لي متأكد ببعض المرات لما أحاول ألمس الشاشة. فمن ثم ما سمعته مشكلة الوحيدة مع هذه الأجهزة كانت بحساسية اللمس. حساسية اللمس ما كانت متوافقة مع قوة المعالج في المعالج بمستوى عالي بالنسبة لهذا السعر. لكن تجربة النظام ما كانت بنفس هذا المستوى. تجربة النظام كانت جدا منخفضة مع حساسية اللمس. مع هذا الجهاز شيء جدا واضح تلاحظه مجرد أنه تسحب على الشاشة. تسحب من قائمة التطبيقات. تفتح تطبيقات بنافذة منبثقة. بتعدد المهام بتفتح أكثر من تطبيق بنفس الوقت. جهاز جدا سلس مقارنة مع الأجهال السابقة من هذا النسخة. الأجهال السابقة كان جدا واضح وياها حساسية اللمس ممضبوطة. هذا الشيء تحسن وتحسن بشكل رهيب هنا. لأن بما يخلص بقيت أشياء النظام من ناحية الحركات والميزات. فداما نقول أنه هي التي تتوقعها من كل جهاز أندرويد مع شوية إضافات. لشوية إضافات هي من ناحية تسجيل المكالمات مع الواتساب. تسجيل المكالمات على الجهاز. رسائل الواتساب تعرضها بدون أن المرسل يعرف أنه فتحت هذه الرسالة. وتحسينها ثانية على هذا الجهاز مثل فتح أكثر من تطبيق بنفس الوقت. بنافذة من بثقة وأشياء ثانية. فمن ناحية الحركات ما رح ينقصك شيء. أيضا الجهاز عليه ثيم خاص بلعبة الفريفير تكملة للثيم الخاص بالجهاز للنسخة الخاصة. على مستوى الأيقونات والخلفية. هذا تقدر تغيره من إعدادات الجهاز والثيمات. فهذا هو النظام الواجهة باختصار. وهذا المرة جدا جدا جيد. لننتقل إلى الأداء والتي هي من الأشياء التي يركز عليها الجهاز. فعندنا معالج جي 99 من ميديا تيك معالج 6 نانو مع 250 جيجابات ذاكرة و 8 جيجابات رام. وحجم ذاكرة هو أيضا واحد من الفروقات عن النسخة السابقة. بالنسبة للسعر فهو 140 دولار لسعر هذا النسخة. وهو أيضا سعر أرخص مقارنة مع النسخة السابقة. هذا ممكن يكون أرخص جهاز بهذا المعالج. أو لو نترجمها لشكي ثاني أنه أقوى جهاز بهذا السعر. فشنو أداء كل هذا العتاب؟ الأداء ممتاز بالنسبة لسعره لكن أيضا ما يختلف عن النسخة السابقة فهو بالنهاية نفس المعالج. فعلى اليوم مثل بوب جي هذا راح يكون جيد جدا جيد. 40 فرايم أداء مستقر ماكو مشاكل. وأيضا جهاز يسوي شغل ممتاز منها حيث سيطرة على الحرارة وتبديدها. مع العاب ثاني مثل الفريفير اللي هي الثيم الخاص به الجهاز. راح تحصل 60 فرايم أيضا بأداء ممتاز بدون أي لاك بدون أي فرايم دروب. وتقدر تحصل أيضا 90 فرايم مع العاب آخر. وبشكل عام هذا من أقوى الأجهزة بهذا السعر وهذه الفئة من أقوى الأجهزة الاقتصادية. والتي نفسها ترجمة الأرخض الجهاز بمعالجي 99. فهذا هو أداء التكنو بوبا 5. فهذا واحد من أهم الميزات الخاصة بهذا الجهاز. والتي هما مركزين عليها أيضا بتسوق الجهاز. بالنهاية ثيم الجهاز وكرتون الجهاز على شكل اللعبة. الآن ننتقل إلى الكاميرات التي أبهرتني. فعندنا كاميرا بالخلف 50 ميجا بيكسل وكاميرا بالأمام 8 ميجا بيكسل. هذه الكاميرات أبهرتني ليس لأنه أداءها خيالي لكن توقعات كانت جدا منخفضة. وأداءها كانت أفضل من توقعات بمراحل. خاصة لهذا السعر ولجهاز الاقتصادي لأنه بالعادة أقول خليت توقعاتكم جدا منخفضة مع الأجهزة الاقتصادية. مع هذا الجهاز أداء الكاميرات جدا جدا جيد لسعرها. جربت الفترة طويلة أخذتها بالسفر جربتها بإضاءة منخفضة بإضاءة جيدة مع الكاميرا الأمامية مع الكاميرا الخلفية. والنتاج كانت دائما أعلى من توقعاتي. سابقا الصور التي تنتج من هذه السلسلة كانت دائما ببشرة أما تتحول إلى اللون الوردي أو اللون الأصفر. دائما ألوان البشرة كانت خطأ دائما كانت سيئة. مع هذا الجهاز تحسن بشكل جدا ملحوظ. الصور بالإضاءة المنخفضة ومع الوضع الليلة تحسها مبالغ بها وبحد عالية. لكن تعطى صورة جميلة بإضاءة منخفضة وقابلة الاستخدام. والذي هو شيء نادر مع الأجهزة الاقتصادية أنه صورة بإضاءة منخفضة وقابلة الاستخدام بنفس الوقت. بالعادة هي عبارة عن رسم بألوان مائية على قد ما تفاصيلها قليلة. فهنا نعم أكو مبالغة بالوضع الليلي لكن نتائج نهائية جيدة. فهذه كانت الكاميرات. الآن مريد أرفع توقعتكم لمستوى عالي مع هذه الكاميرات. لكن صدقا هي أفضل من أي شيء توقعتها من تيكنو. وأفضل من أي شيء توقعتها للجهاز الاقتصادي. فهذه الكاميرات باختصار وهذا هو التيكنو بوبو فايف. هذا الجهاز جدا جدا جيد لسعره. كمعالج وممتاز لهذا السعر كذاكرة. 36 جيجابات ذاكرة. كتصميم جميل. كل المحاقات والأشياء اللي داخل كرتون. شاحن 45 واط. تصميم شاشة. جهاز بلفل جدا ممتاز لسعر جدا ممتاز. وممكن أفضل تحسن على الأقل بالنسبة إلي. هو سرعة الشاحن وحساسية اللمس مع الشاشة. لأنه كانت خربة التوازن للقوة اللي بيجيها سابقا. أنه علي معالج جدا قوي. لكن التجربة مو بنفس مستوى المعالج. هذا الشيء تحسن هنا وتحسن بشكل رهيب. بالعادة هو عدة أشياء أذكرها بين هذا الفيديو لأي جهاز. لكن أتوقع ذكرت كل شيء بهذه المراجعة. جاد جدا عاجب من السعر اللي مميزات تلك الأشياء اللي موجودة بي. فهذا هو التكنو بوفوف فايف. أتمنى أن أعجب الفيديو إذا أعجب أخلينا لايك. اشترك بالقناة لو لم اشترك. شكرا على المشاهدة. ونشوفكم في الفيديو قادم إن شاء الله.